تيهيت داربي المشراع تيهيت داربي المشراع يا هليذي بدليني رمح العضة شفيت مهجتي او سهمل مني يا بعاني هردك صيد الحامي الضاعن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلا ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة ما تتصبر في انتظارك أيها المحي الشريعة كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده رفيع رفيع تنعى الفرو عصوله وعصوله وأصوله تنعى الفرو عايا ماذا يهيجك إن صبار لوقعة الطفل فضيع أترى تجيء فجيعتون يبقى مض من تلك الفجهة تنعى الفرو عصوله تنعى الفرو عصوله إن بفعل اترى تنعى الفرو عصوله تنعى الفرو عصوله وحصوله 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 الشريع أوليانا ياسيانا أزدرب المشرع أمنيانا عطشان خية يا مسلمين عن نبعين لجيب المائ العسيان صاحات صاحات يا هلناعسي وفي ظل process وضاقي الموت روح بأثر روح يصدع يا لو تسجب دموع يا يا يصدع يا لو تسجب يا 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 دموع يا راح الثار ما يظهر على ما ينشر لليتانون ينشر لليتانون على على ما يظهر على ما يا صاحب الزماية يا يا نسب امتون عمات نسب امتون عمات على على ميب ضرب سياط وجورة لميه يا يا ضرب سياط جراء يا 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 لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قالت قالت ام سلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن المهدي حق من ولد فاطمة بنت محمد الحديث في هذه الليلة حول إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه كثر الحديث من المشككين حول شخصية الإمام الثاني عشر الإمام المهدي محمد ابن الإمام الحسن العسكري عليهم أفضل الصلاة والسلام وهذا التشكيك إنما جاء من إنسان غير عارف وليس له معرفة لا في القرآن الكريم عليكم السلام ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وما نقل في الروايات عن الخاص والعام حول شخصية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا ما نقل من أهل السنة ما نقل الكثير بل الكثير جدان من الروايات التي تقول في إمامة الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن الفارق بينهم وبين الشيعة الإمامية إنهم يقولون إنه يولد في آخر الزمان ونحن نقول إنه ولد عليه أفضل الصلاة والسلام في سنة 255 للهجرة وهناك دلائل كثير أحبابي لولادته عليه أفضل الصلاة والسلام من الدلائل قول الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه ولد عليه السلام الإمام روحي في ذا كان يخبر الخواص طبعا وهذا ديدا كل إنسان الآن بالحياة إذا ولد له مولود يخبر الناس على ذلك المولود حالة طبيعية ولكن لخصوصية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام كان هناك من السرية التامة وسوف أبين إن شاء الله أموما فأول من أخبر عن وجوده عليه السلام وعن ولادته هو الإمام الحادي عشر الإمام الحسن العسكري عليه السلام هذا واحد ثانيا إن الإمام الحسن عليه السلام قد أخبر بذلك وأخبر أربعين من أصحابه الخلص وقد رأوا الإمام روحي في ذا أي اثنين ثالثا لما نأتي إلى النساب الذين يكتبون النسب الآن جنابك لما إنسان صر عنده ولد يذهب وين إلى دائرة الأحوال الشخصية يسجل يسجل هذا ولد من راجع إليه كان النسابة في ذلك الزمن يكتبون كل مولود في ذلك اليوم وممن ما نقل عند النسابة أنه ولد للإمام العسكري عليه السلام الإمام الثاني عشر المهدي من آل محمد رابعا الدليل الرابع على وجود الإمام المهدي عليه السلام وعلى ولادته هي ما قالته السيدة حكيمة عمة الإمام سلام الله عليه لما رأت ذلك النور الذي أشرق أو أشرق من ذلك البيت الطاهر هذا ما نقل الشيعة طبعا وقليل من أبناء العم ممن نقلوا هذا الحدث تقول السيدة حكيمة جئت إلى دار الإمام بعدما بعث إلي الإمام الحسن عليه السلام لما جئت إليه أخبرني الإمام الحسن سلام الله عليه إنه سوف يولد في هذه الليلة أي ليلة ليلة الخامس عشر من شهر شعبان قلت سيدة ممن يعني من أي جواريك أو نسائك ألم نرجس تقول نظرت إليها لما نظرت إليها لم أجد عليها أثر للحمل وهنا رح أدخل الآن في سياقات القرآن الكريم لما لم ترى عليها أثر للحمل ما قل دخل الشك في قلبها لا ولكن صار تساؤل عدها حلبن الاستدراك بينه وبن نفسها قالت يعني الإمام يقول وهو قول الحق ولا شك هناك في قوله ولكن أنظر إليها لا أجد فيها أثر للحمل فهنا الإمام روحي فداه نظر من وراء الجدار قال عما لا تشكك في أمر الله صل على محمد علم الإمام ما في قلبها قالها هوا عليك بعد انتظري ساعات وسوف يولد حجة الله على الخلق لما نأتي هنا أحبابي نأتي على أن الإمام المهدي سلام الله عليه له السنة بسنن الأنبياء أولا له سنة في موسى عليه السلام موسى لما تقرأون في القرآن الكريم لما ولد في حالة خاصة في سرية تامة في أمر كان مكتوم عن الناس لا يعلم بذلك إلا الله وأم موسى وموسى عليه السلام لما كان جنين في بطنها لا يعلم به أحد وأخفى الله ذلك الحمل في وين في بطن أم موسى هذا ماذا يدلل أحبابي يدلل على أن الله سبحانه وتعالى جعل في كل الأمام وفي كل الأنبياء وسنن الأنبياء ما يكون في محمد وآل محمد ومنها أن الإمام المهدي عليه السلام كان له السنة من من موسى أنه لا يبان على الحامل في بطن أمه هذا واحد لما نأتي إلى أنه السيدة تقول نظرت إليها بعد منتصف الليل أفاقت وجاءت وتوضأت وتطهرت ثم جاءت إلى صلاة الليل كانت عابدة زاهدة طاهرة أم الإمام المهدي عليه السلام يقول وقفت تصلي لله يقول بعد ما انتهت من صلاتها وقراءتها للقرآن ودعت الله سبحانه وتعالى يقول قبيل الفاجر وإذا أسمع من نرجسه ذلك الصوت الظهر عليها ذلك الحمل المبارك فنادت عليه فقال الإمام روحي فداه قال عما عليك بنرجس تقول لما جئت إليها في حالة الوضع جعل الله بيني وبينها حاجب حتى ظهر الإمام المهدي عليه السلام قل رأيته ساجدا لله سبحانه وتعالى ويقول بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن جدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سمى الأم عليهم السلام واحدا بعد آخر حتى وصل إلى اسمه فذكره لما نتي هنا أحبابي نقول على أن الإمام سلام الله عليه الدلائل تشير على وجوده بل أكثر من هذا الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله يقول لو رفع الحج عن الأرض لساخة الأرض بأهلها لو رفع الحج عن الأرض ولهذا الحج عليه السلام النبي وكل الأنبياء وكذلك أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث آخر يقول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذا ما يقوله العام والخاص على حد سواء الكل يقر بذلك على أنه من لم يأتمر ويقول بإمامة الإمام الحج عليه السلام مات على دين الجاهلية يعني مات على دين الشرك والوثن يعني خرج من من رعبت الإسلام هاي اثنين ثلاثة لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وهو في حياته يقول إن المهدي من ولد فاطمة عليه السلام ماذا يدلل يدلل على أن الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله أن النقاباء من بعد إثني عشر أو أن لأمة من بعد إثني عشر أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ثم يذكر إلى أمة عليه السلام واحدا بعد آخر بأسمائهم وكناهم ثم يسر ويقول خاتمهم قائمهم من هنا أحبابي لما نأتي إلى حديث الإمام عفوا عن حديث النبي صلى الله عليه وآله ماذا يدلل يدلل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخبر الناس على أن هناك من أولادي من ذريتي من الأمة الأطهار من ولد فاطمة دون غيرها لا واحد يقول لأمة من بعد فلان 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 ولا يقول ذاك أن فلان كذا دخل في إثنى عشر أبدا إنما كان النبي صلى الله عليه وآله يخبر على أنه القضية المهدوية أو الدولة الإلهية العادلة قائمة بوجود ولدي حجة الله على الخلق ذاك هو المهدي من آل محمد هذا الإخبار أراد أن يخبر الناس كما كان يخبر النبي صلى الله عليه وآله عن واقعة الطف وعن ما يجري على الحسين سلام الله عليه لما نجي إلى سنن أخرى للأنبياء في الإمام الحجة سلام الله عليه له سن بيمان في عيسى بن مريم أحباب عيسى بن مريم عليه السلام نبي ورسول من أولي العازم شنو أولي العازم؟ يعني رسالة جامعة شاملة كاملة متكاملة على كل البشرية ونعدنا حديث على أن الأنبياء بعضهم لمكان خاص أما أولي العازم فذلك إنهم يكونون رسالتهم شاملة إلى كل الأرض ولهذا عيسى عليه السلام لما تكلم في المهد ودخل واحد على الإمام سلام الله عليه لما قل سيدي من الوصي من بعدك؟ هذا السؤال يطرح دائما للمعصوب سلام الله عليه أصحابه المريدي شيعته الخواص يقول له ابن رسول الله من الإمام من بعدك؟ أو الوصي من بعدك؟ فأشار إلى ولده لما أشار إليه كان ذلك عمر الإمام ربما أشهر أو أيام أو ساعات قال سيدي كيف أكلمه؟ قال كلمه كما كان يتكلم أصحاب عيسى بن مريم عليه السلام فله سنة وين؟ فله سنة في عيسى بن مريم وهو من أولي العازم بل أكثر من هذا الذي يصلي خلف الإمام المهدي عليه السلام في المسجد الجامع في المسجد الكوفة المعظم ذاك هو عيسى بن مريم ذلك النبي والرسول لما يظهر الإمام سلام الله عليه وأن الله سبحانه وتعالى الذي يأمر أن ينزل عيسى هو الذي يكون من الرسل الذين تحت إمرة الإمام الحج سلام الله عليه ويبعث إلى تلك الأمم لهذا لما يقف في الصلاة يقول له تقدم يا روح الله يقول له أنت أولى بالصلاة بن رسول الله هذا شي يدلل الأحباب شويل تفيت لي شي يدلل هذا عندك يدلل على أن المعصوم الإمام سلام الله عليه لما يصلي بالنبي أو بالأنبياء أو بالصالحين أو بالأولياء ماذا يدلل؟ يدلل على أنه درجة الإمام المعصوم سلام الله عليه عند الله أفضل من درجة الأنبياء باعتبار أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلي أفضل الخلق لما نقرأ أنفسنا وأنفسكم معنى أن علي سلام الله على كرسول الله صلى الله عليه وآله لهذا عيسى يصلي خلف من؟ خلف الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام بزين لما نأتي الآن إلى حياة الإمام المهدي عليه السلام البعض يشكك في طول عمره الشريف لأن شوفوا أحبابي هذه الحادثة ما جرت على أن الإمام المعصوم سلام الله عليه يغيب عن الناس ولا يراه الناس ولا ينظروا إليه لكن بالطرف الآخر بالطرف الآخر نحن ممن رأى الإمام سلام الله عليه ولكننا لا نعرف الإمام وروح يفده كيف يعني؟ هذا مروي كامل لدينا موجود متواتر على أن الإمام المهدي عليه السلام إنما هو في كل عام في بيت الله الحرام في كل سنة وربما أنت تطوف حول البيت العتيق ويكون كتفك إلى كتفه وأنك لا تنظر إليه ولا تعلم من هو وربما هو الإمام سلام الله عليه صاحب الآمر تكون معه أو ربما تنظر إليه في حضرة في مقام في مرقد لمعصوم عليهم السلام ولكنك لا تعرف فأنه حي بيننا بين ظهرانين ولكننا حجب عنا لهذا من الأسل التي تثار لماذا غاب الإمام المهدي سلام الله عليه هذه حكمة الله حكمة الله أن جعل الإمام سلام الله عليه في هذه الغيبة وثانيا ممن ابتلى الناس بهذه الغيبة لمعرفة الإمام صاحب الآمر وإلا البارع عز وجل جعل هناك لأمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا جعلت هذه الأمة بهم أو ماذا فعلت ذاك علي سلام الله عليه يقتل في محراب صلاته وذاك الحسن عليه السلام يجعل له السم في طعامه أو شرابه وذاك الحسين عليه السلام يقطع إربا إربا في كربلاء وذاك علي بن الحسين وذاك الإمام الباقر وذاك الإمام الصادق فأنكم لم تحافظوا على الأمة سلام الله عليهم لهذا جعل الله سنة لابتلى في هذه الأمة بإمان ويغرب هذه الأمة بالإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام ولهذا من أسمائه المهدي صاحب الآمر صاحب الزمان القائم زين هل أسماء هاي للإمام سلام الله والكنة ثم نأتي الآن إلى الدور الأول الذي كان للإمام روحي فدا طبعا كما تعلمون أن للإمام روحي فدا غيبتان غيبة صغرى وغيبة كبرى الغيبة الصغرى أحبابي ممن التقى به السفراء الأربعة اللي كان يتواصلون مع الإمام روحي فدا ويصلون إليه ويأتون إليه بالرسائل بالمسائل بالأحكام بغيرها ثم انقطعت السفارة قرابة سبعين ثين وسبعين سنة انقطعت السفارة عن الناس ولهذا شوفوا أحبابي أكو قضايا غيبية تحدث ولكن ربما لا ننظر إليها بعين اليقين يعني بعين العارف كيف شوفوا إن الإمام سلام الله عليه هو فيما بيننا ونحن نتفيأ بظلاله وبعطفه وحنانه لما ننظر إلى يوم الأربعين إلى كربلا إلى هذه الجمعة التي كانت عند الحسين سلام الله عليه فأن يد الإمام مضلل عليهم ليش لأن هذه المسيرة التي كانت لابد لها من عين الغيب عليها لابد لها من رعاية الإمام سلام الله عليه لابد لها من وجود الإمام الحج عليه السلام كما نقل عن السيد مهدي بحر العلوم في قضية الرقضة أو رقضة طواريج يوم العاشر من المحرام يقولون كان زعيم الطائفة وكان هو يعتبر إمام الطائفة في زمانه والمرجع الأعلى هاي السنة كأنه في يوم العاشر من المحرام الناس الذي تأتي بذلك المسير أو تلك الرقضة تعبير تعبير عن تواصل الشيعة مع من مع الحسين سلام الله عليه أن يفدون النفس دون الحسين عليه السلام هالرقضة هاي فالتعبير يقول سيد محمد مهدي بحر العلوم اللي ينقل عنه أنه ممن التقى بالإمام الحج سلام الله عليه أكثر من مرة زين يقولون كان يركض حاف القدمين في وضع يعني تعبيرنا العام يقول ما يليق بمن بيعتبر بمرجع الطائفة يعني من وقار من أشياء أخرى قل له سيدنا مولانا هذا لا يليق بهذا الوضع قل اسمع ذاك هو سيدي الإمام الحج سلام الله عليه يركض مع الناس ويسير مع الناس كيف بي أنا زين عموما فالإمام يضلل بظلاله علينا وأن يسبق غتلك لو رفع الحج عن الأرض لساخ الأرض بأهلها زين في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وآله يقول إن المهدي من ولد هذا جابر يقول إن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وضع يده على كتف الحسين سلام الله عليه وقال لأصحابه وإلى الناس اعلموا إن المهدي من ولد هذا من ولد ولدي الحسين في آخر الزمان وهو الخاتم من أولادي سيثار السؤال هنا يثار السؤال شيخنا للعله نحن نعلم عنه إنه الإمام المعصوم الذي يغسله ويكفنه ويشيعه لا بد أن يكون إمام معصوم مفترض صحيح نعم زين إذا مات الإمام مهدي شلون من الذي يغسله من الذي يأتي إليه هذا الذي نقول به نحن الإمامية على أنه الحق لا بد أن يبال لا بد أن يظهر كما أن النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى لما حكم الدولة الإسلامية وما كان الإسلام على وجه الأرض وعلى وجه البسيطة أنما يكون ذلك اليوم أولا في دولة الإمام المهدي سلام الله عليه وثانيا في دولة الرجعة من محمد وآل محمد وأول من يرجع الإمام أبو الشهداء الإمام الحسين عليه السلام يقولون قبل أن يموت الإمام المهدي عليه السلام يعطيه مواريث الأنبياء ويعطيه مواريث الإمام زين ولهذا يغسله بعد عمر قرابة بعض سبعين سنة الإمام سنة وتقتله مرأة تسمى سعيدة التميمية ترمي عليه بجاو من الحديد أو كذا يقول يسقط على رأسه روحي فداء عموما لما نأتي إلى الإمام المهدي سلام الله عليه طبعا الدولة العباس كانت تعلم أنه بيّنك في بداية الحديث على أن النبي بيّن له لهذا كان ينظرون إلى وجود الإمام سلام الله عليه هو الذي يقضي على دولة بن العباس هذا ظنهم لهذا كان يبحثون عنه كما كان يبحث فرعون عن من عن موسى عليه السلام لكن حكمة ماذا صنعت حكمة الله جعلت أن يكون موسى عليه السلام يعيش في عقر داره ويقضي عليه لهذا الإمام كان موجودا وين كان موجودا في سامراء وولد في سامراء سأكل بعض يجي شوية يحاول يعني مع الأسف ذول بعض الجهال بعض الجهال المشككين لما يجي يجي إلى يقول السرداب متى يطلع ماكو من السرداب متى يظهر من السرداب مع الأسف العقول هالخاوية ليش عقول خاوية لأن هذا يقرأ القرآن الكريم ويمر بالآيات التي توصف الإمام سلام الله على مجمعين أو توصف الإمام الحج عليه السلام لما تقرأ بقية الله معنى مصادقها وأجلى مصادقها وأشهر مصادقها هو المهدي سلام الله عليه الذي يملأ الأرض قصطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا تصورت الأرض الآن فيها من العادل لا فيها من الجور وفيها من الظلم هذه الأرض تنبسط للإمام الحج سلام الله عليه هذه الأرض طوعا إليه لما يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى تكون هذه الأرض يقول ما من قرية وما من مكان إلا وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله صلى الله الله صلى الله رسول رسول وأن ولم المعتد دز ثلاثة من رجاله قال تروحون إلى دار العسكري عليه السلام تدخلون إلى الدار لأن علم بوفاة الإمام واستشاده سلام الله عليه القصة معروفة يقول لما قال لهم تروحون شوفوا أي واحد هناك رجل شاب صبي صغير كبير ذكر اقطعوا رأسه لجب وحي يقول لما أجوا ودخلوا إلى الدار ما بها إلا نساء للعلم الإمام العسكري عليه السلام ليس له بس ولد واحد هو الإمام المهدي عليه السلام عموما لما دخلوا دوروا مقر بحثوا لم يجدوا شيئا هناك سرداب في هذا البيت في دار الإمام سلام الله عليه هذا أحباب متعارف متعارف في العراق لشدة الحر لشدة القيض كان يجعلوه هناك سرداب في داخل البيت داخل الدار يكون هذا في الصيف بارد فكان يروع عن نفس الإمام العسكري الإمام الهادي ونفس هذه الدار أحباب في نفس هذه الدار كان فيها الإمام ونفس هذه الدار كان فيها الإمام العسكر عليه السلام ودفن فيها وولد فيها الإمام المهدي عليه السلام زين عموما يقول لما نزدوا إلى السرداب لما نزلوا وجدوا هناك رجلا واقف على حصيرة وعلى بحر من الماء نادوا عليه كأن الإمام في صلاته يصلي لله واحد من ذول الثلاثة أراد أن يأتي إليه حتى يأتي إليه ويقتله للإمام المهدي عليه السلام وإذا غاص بالماء طلعه جاء الثاني أراد أن يأتي إليه يخرج الإمام سلام الله عليه فغاص في الماء قاد يغرق قال هذا حجة الله وهذا الرجل استغفر الله وتاب وقال أنا تائب من هذه الساعة يا ابن رسول الله ثم عادوا إلى المعتضد قال له لهذه الساعة فرأينا الإمام بهذه الحالة إننا لا نصل إليه كان يصلي لله على بركة من الماء أو على بحر من الماء هذا ماذا يدلل؟ يدلل على إمامته صلوات الله وسلامه عليه وهذا جعفر الكذاب على كل حال جعفر الكذاب لما استشهد الإمام العسكر عليه السلام يقول إجيه راجي يصلي على الإمام روحي فداه والحديد طويل لوقت ما عندنا واقعا ولا الحديد طويل حول الإمام سلام الله ويستكفي لا يوم ولا يوم ولا أسبوع ولا شهار لكن بهذا على كل حال بهذا الوقت المختصر يقول جعفر لما يجه وقف على جنازة الإمام العسكري أراد أن يصلي عليه يقول وإذا خرج صبي خماسي نحن أبو خمس سنوات وهذا مفت كلام طويل على أن الإمام كيف تكون في صغير السين وكيف كذا والإمام كيف هذا مفت حديث آخر إذا وفقنا إن شاء الله في وقت آخر عموما يقول لما وقف يصلي عليه وإذا بصبي خماسي عمره خمس سنوات يقول لما جاء إليه على ارجع يا عم فأنا أولى بالصلاة على والدي هو انبهر ما صور هذه الحالة أن الإمام ولد فرجع فصلى على والده أبو الأديان واحد من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام الإمام أخبر على أنه الإمام لما تأتي بهذه الصفات تعلم من إمامك منها الذي يصلي عليه والشيء بالشيء يذكر إجوا ناس من خراسان كان يأتون في كل عام إلى الإمام العسكر عليه السلام وكان الإمام يخبرهم يرحمكم الله كان الإمام يخبرهم بما عندهم من الأموال يقول له هذه الأموال من الدنانير لفلال من الناس وهذه الدنانير لفلال من الناس وهذه الصرة لفلال من الناس وهذه علما إلى فلال من الناس وإنكم قد لاقيتم من التعب والمشقة هنا وقد أكلتم من طعامكم كذا وكذا وقد شربتم من كذا وكذا هذا من؟ الإمام روحي في ذا كان يخبر كان يعلمهم على ذلك لما جاءوا إلى سامراء قالوا وين لما قلوا لهم الإمام قتل سلام الله عليه واستشهد زين من اللي بعده قالوا هذا أجوا إلى جعفر جعفر جالس جعفر ما كان في خط الإمام على أسف على كل حال يسموا جعفر الكذاب الساتاب ما تاب ما أدري على عموما نرجع لما جاءوا إلى قلوا له كان يخبرنا الإمام الحسن سلام الله عليه ما عندنا من أموال ما يجري علينا في الطريق ما يقع علينا من البلا من الرزايا مما مما يقول نظر إليهم قال إنكم تعلمون إني أعلم الغيب هذا علم ليس لك ذاك علم إلى آل محمد ثم خرجوا طلعوا طلعوا خارج سامرة وإذا جاء واحد من غلمان الإمام سلام الله عليه قال هل أمو معي تعالوا إياي إجاوا أخبرهم الإمام المهدي سلام الله عليه بما كان يخبر به الإمام الحسن العسكري روحي في دازه نجي إلى أمر آخر أحبابي الأمر الآخر أن من المنتقم من المنتقم وآخذ ثأر سيد الشهداء سلام الله عليه ربما مر عليكم أنه من من أخذ ثأر الحسين سلام الله عليه المختار المختار طبعا قصة طويلة وحديث طويل همات هذا الرجل قال على نفسي أن يأخذ الثار المن لسيد الشهداء وفعل الرجل أسأل كلام حولهم حديث وطويل بس أنا أخذ الزبدة الشاهد المختار أخذ الثار لسيد الشهداء ممن قاتل الحسين وقتل الحسين وشارك في واقعة الطف في رواية قتل ثمانية عشر ألف منهم وهنا جاءت بعض الأقلام قالت أنه أسفك أو أسرف في الدماء المختار عموما لكن الثأر الأعظم والثأر الذي لسيد الشهداء لا يكون إلا بيدك يا صاحب الزمان أنت شون عندك لوعة مولاء لوعةك طويلة بكاءك طويل أنت القاءة اللي أبكين عليك بدل الدموع دم أبا عبدالله جد يا حسين ماذا فعلوك بكربلا سيد أبا عبدالله لو أبكيك الليل مع النهار كيف صنعوا ذلك الصنيع يا ابن رسول الله سيدي يا ابن رسول الله يا صاحب الزمان أنا إلي فالطلب عندك وكل المؤمن ذول الحاضرين ولي سمعوني أقل سيدي إذا احنا رحلنا من الدنيا أنقسم عليك بأمك فاطمة الزهراء طلعنا من قبرنا نكون معك خدام كما إن شاء الله نحن خدام جدك الحسين سلام الله عليه يقول يبكي عليه يقل لا أبكي أن عليك بدل الدموع دم سيدي يا حجة الله أنت هم ودأت الحسين هم وقفت على قبره أنا لا رح أقول لك شون وقفت عمتك زينب لما وقفت على جسد الحسين ويتنظر إلى أيها لما أخرجوها من كربل ومرت على منادي يا أخي أبو عبد الله نور عيني يا حسين كيف أطلع من كربل يقول لما مروا بها أمر عمر بن سعد اللعين أن يمروا بالسبايا على جثث القتل لما مروا بها وعلى تلك الناقة العجب لما مرت على رأت بتلك الحال نادت وأخاه وحسين أرادت أن ترمي بنفسها على جسد العزل وعذاب الإمام زين العابدين عم زين لا ليس لي طاقة على حملك مرة أخرى يا ابن أخي ماذا أصنع قال عم زين ودعي والد العزل سيدي يا زين العابدين هاي زين بشون تودع الحسين وتطلع من كربل ألا انتقى على ذلك الجساد أقول ودعت الحسين ويدموها جاريا ودعتك الله يا عيون يردون عنك يأخذون ما اخي اخوي كربل يوض Action ونصف اخوي اخوة نصف ونصف 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 يا بحزن ونصف 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 دي شمروه ولد قول ضيعت الأخو خويا أنا مأخوذتين يحسين قوه خويا شوف الشمير بي السوء خويا صاط صاط علمتني تلوى يقول خرج الزينب من كربلا ودعت الحسن وإذا بها تناديه أخويا 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 لونك يا أخويا الشوب حالي أخويا حالي على راس الرمح راس جدبالي يا كل من شاف ذا الحايا يا لبت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسأل الله أحبابي عندنا مرضى ومنعد مرضى بقضاء الحوائج في هذا اليوم الكريم يوم الجمعة وهو كما ثبت في الرواس أنه يوم خروج الإمام المهدي عليه السلام اللهم اجعلنا من أنصاره وعوانه بسم الله الرحمن الرحيم أمان يجيبوا لشفاء المرضى أمان يجيبوا لقضاء الحوائج أمان لتعجيل الفراج أمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ما خاب من قال يا الله إلهي نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه اللهم ارحمنا به في الدنيا والآخرة اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم شافي وعافي كل مريض إلهي بمريض كرب لا زين العابدين اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية يا الله اللهم اقضي حوائجنا حوائج المؤسسين الحاضرين السامعين مؤمنين مؤمنات حوائج الدنيا والآخرة اللهم عجل وليك الفراج واجعلنا من أنصاره وأعوانه واللذين والمستشهدين بين يديه اللهم المؤسسون اللهم احفظهم وتعلقيهم اللهم اجعل هذا العمل لهم في الدنيا والآخرة ولأمواتهم إلى أموات المؤمنين والمؤمنات وأموات المؤسسين وبالخصوص إلى روح المرحوم الحاج الذي قرأ هذا المجلس ثوابه الحاج المرحوم علي حسين علي ياسين الحداد إلى روحي ومن اجتمعنا بسببه ولا كل من ذكرنا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات اشتركوا في القناة